وللحديث عن عودة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة ايفر جيفن ايفر جيفن بعد أيام من جنوحها والأزمة التي خلفتها ينضم معنا من اسطنبول عبر الهاتف ياسر عبدعزيز الكاتب السياسي المصري أهلا ومرحبا بك أستاذ عصر أهلا بحرك وأهلا ممشاهديك الشركة المشغلة للسفينة ايفر جيفن تؤكد نجاح إعادة تعويمها بقناة السويس هل تنفس العالم الصعداء بعد عودة الملاحة أم لا؟ دعني أوجه تحية عرفان وتقدير وإجلال لمهندسي قناة السويس وأبطالها الحقيقيون الذين وصلوا الليل بالنهار لإنقاذ العالم بأسرق من كارثة جديدة لا تقل خطورتها أبدا عن خطورة جائحة كورونا اللي بعيشها العالم منذ عام المهندسين المصريين رفعوا اسم مصر بعد أسبوع الأحزان اللي مصر عاشته من حرق في أحد المحطات الكطارات ثم حادث كطار ضخم أودى بحياة العشرات ثم عدد من العقارات اللي هدمت ومن ثم راح ضحيتها عشرات الأبرياء النهاردة المهندسين المصريين أدخلوا الفرحة من جديد ليس على قلوب المصريين فقط لكن على قلوب العالم كله ومن ثم فعلا المهندسين المصريين أنقذوا العالم من كارثة كبيرة جدا لا تقل عن كارثة الاقتصادية اللي عشاء العالم خلال السنوات الماضية نفى من هذا أن العالم قد تنفس السعداء لكن هناك إصرار مصري على أن يكون الخروج من هذه الأزمة بمجهود وطني لماذا؟ والله كان فيه طبعا مقترحات من أكثر من دول تقديم المساعدة لكن المهندسين المصريين أرادوا أن يثبتوا كفائتهم وده بيدلل على شيء واحد وكبير جدا أن المهندس المصري والعامل المصري والفن المصري إذا طرك ليه المساحة للإبداع سيبدع وسينجز وسينجح وسيؤدي أكثر مما كان يتخيله العالم أمريكا نفسها قالت أننا ممكن نتدخل لكن المهندسين المصريين قدروا بجهودهم الإزاتية وبدون الخطط البديلة اللي اقترحها البعض يعني أحد العباقرة اقترح أن السفينة تفرغ حتى يستطيع المنسين إخراجها من الوضع اللي هي فيه لكن الحمد لله من فضل ربا صحة تعالى ثم الفضل للمنسين المصريين في ظل هذه الأزمة التي خلفتها السفينة الجانحة إلى أي مدى اتضحت أهمية قناة السويس والشرق الأوسط ككل بعد حديث دول عظمى أنه لم يعد يعني لها كثيرا أنا عايز أقول لحضرتك أن الأسبوع اللي وقفت فيه السفينة التعبير الأصحة طبعا هي شحط السفينة هي ما جان حج للجن حين دا ويأتميل على أحد الجن بينها لكن هي شحطت يعني دخلت بعيد عن الغاطس يعني نتخيل أن فيه ربعمية وعشرين سفينة وقفت وتعطلت في المورر الملاحي عبر العالم منتظرة مرور من عبر قد السويس عايز أقول للحضرتك أن خسائر التجارة العالمية خلال هذا الأسبوع فقط وبالأرقام الإحصائية 10 مليارات دولارات 10 مليار دولار ده بحسب شركة ألانز الألمانية فتخيل قد إيه حجم التجارة والخسائر أنا عايز أقول الحركة أن الأهمية الاقتصادية لغاية السويس تكمن في 12% من تجارة العالم بتمر من خلال هذا الممر 2 مليون برميل نفط يوميا بيمر عبر قناة السويس المهمة 8% من غاز العالم بيمر من هذا الممر الإلهام جدا لكن الآن نسمع بعض البدائل من بالكلام عن هذه البدائل أستاذ ياسر إيران تقترح تفعيل خط ملاحية مر من إيران ليكون بديلا عن قناة السويس يا ترى ما هي الرسائلة التي تريد إيران إرسالها وهل يمكن أن يحدث هذا الموضوع بهذه البساطة كل بدأ يصطاد في الماء العكر يعني إيران طبعا أحد أعداء الأمة اصطادت في هذه الفرصة وسفير إيران في موسكو اقترح أن يبقى البديل ملاحي من الهند إلى روسيا مرورا بإيران يعني الراجل بيكسب ود روسيا وفي نفس الوقت بيضرب الممر الملاحي المهم والاستراتيجي للعالم وكذلك العدو الثاني للأمة هو الكيان الصيوني دخل على الخط طبعا على طول وبدأ يقترح تجديد فكرة مشروع بن جوريون وهي قناة بديلة لقناة السويس طب مر من عثقلان لإيلات للأسف الشديد أن بعض الدول الإقليمية للأسف يعني دخلها في المشروع عشان تستفيد فيه لكن الإشكالية الآن وهي الإشكالية الأكبر غياب الرؤية الجامعة للأمن القوم العربي يعني هذه الرؤية إذا توحدت كما كانت في الصابق الكل اعترض على هذه المشاريع سواء من إيران أو مكان الصيوني لأن وجود القناة هي ورقة ضغط كبيرة للأمة العربية لأنها تساوي قنبلة نووية وعلينا أن نفتكر وقت ما أغلقت القناة أيام الحرب مع الصهينة كان وضع العالم كله عمل إزاي أمريكا العظيمة ركعت أمام إغلاق هذا الممر المائي المهم الكاتب السياسي المصري ياسر عبدعزيز كنت معنا عبر الهاتف من الصنبول شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا